اشتركوا في القناة 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 هنرجع برضو المقولة السيدنا عليك لعيبه سبعا وقدبه سبعا وصاحبه سبعا اللي هي المرقة الثالثة السبع من 14 إلى 21 ده حقيق ده منهجك حطي لك كلمة قالك لو سمحت صاحبه فأب بيقول لي طيب أنا بنزل أشرب معا ساعة شيش وبصاحبه قلت له على فكرة أمان أنت بس بتصاحبه لأ أنا أولا ثانيا في فرق بين صاحبه وتصاحب معه يعني بعملت له أعملت إنت عيش الحياة بإيه لأ عجبتني قوي المعنى ده أعجبني قوي يعني أصيبه لأمانت صاحب أصيبه يقول لي إيه بيقول لي أمانا مشيت وروحت أعملت له كذا أولا أنت مش بتعمل لي ثانيا أنت كأنك بتحسسني أنت إيه قمت بمهمة معينة في خلال شغلك قمت بمهمة روحت أعمله وقعدنا شيشنا مع بعض لا هو أنت على فكرة صاحبه صاحبه يعني إيه إنت ليك صاحب بتعمل معاه إيه صاحبك خلص بتعمله معاه أعمله معاه هنا بقى الأمهات بتخاف تقول لي إيه يعني أعمل إيه يعني أتفرج معاه إيه بتتفرج عليها دكتور أبيحه وأسمع ما أخذ بالك يعني إذا كنتش هتخش جوه وتقتحم زي فيلم الممر كده تقتحم المنطقة اللي فيها الألغام دي أنت عمرك ما هتنتصر فأنت لازم تسمع 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 صاحبه يعني إيه يعني ممكن صاحبتي أو صاحبي أو زنيدي يحكي لي مشاكله يحكي لي واسمع ومن غير ما يخاف أه ما تبقاش كده مندافع وتقط على لأ لأ ودي العم الحبيبتي التلقائية اللي حبيبتي فأميني كده إزاي هتسمع طب والله عظيمة إيه يا جماعة بس بلاش الإنفلسيفتي والإندفاع ده بالهداوة بالهداوة أسمع أسمع أشتري وياريت كمان يكون عندي مهارة البادي لانجوج والله يبقى لي أنا أملها دوراتها دعاء للبيرانس إزاي تلبس ماسك ما يبينش مدى الدسابوينتمت ومدى الخبط الأمل لجواك من اللي أنت بتسمعه لكن تشتري تشتري وبعدين ما فيش منع لك ترد في اللحظة دي يعني مش من أصوليات الشطرة المصاحبة اللي يمتل عليها مش لازم دلوقتي ترد بنصيحة لأتى لو قعدت تلات أربع ورات تسمع وتشوف البلاوي دي اللي هو معلش مستمر فيها خدتها على جنب يا ربي استشارت فيها حد أريت من الريفرنس إنت فكرت هتعمل إيه بدل ما تندفع تقول كلمة تخليه أصلا بعد كده مش هيقولك لسه كنت بأتكلم مع دواء على حتة الخلوة بتاع الديفينيشنز بتاعت الأمور اختلفت الخلوة دا مكت قوضة اتنين وقالك إذا كنت سألسيه مع الشيطان النهاردة التشات رومز دي انت ما هي خلوة بالزبط بالزبط القوضة بقت أصلا بتاعت الولد مدينة إنتاج إعلامي لوحدة فيها فيديو فيها ريسيفر وفيها موبايلات وفيها تابات وفيها بتاع أولاد مقفول الباب وحد يشارف عن أي حاجة بيبقى نايم الاتنين نايمين على السرير دا مدي تظهره لده وده متواصل بحد في أمريكا بيقول له أسرار أهله والله عدد لما ما يعرفش عنه سنتي دا هاي إيه اللي انعزال دا الإيه الانفصال دا سببه إيه سببه نقص المناعة مفيش أصلا كان يعني طبعا فيه سوق اختيار مفيش استعداد يمكن فيش ما ما فيش أنت أنا أنا مش جاهزة للمرحلة دي عشان أخلي بنتي دعاء يخش عليها الفيروس فهي تقوم تقول أعوذ بالله ما شاء تنجم أو يعني تبصوا بعدين تسوف أخرك إيه دا لازم تكون هي أنا ربيت فيها حاجة جوة ما ينفعش بيشكو بايا فاضية لا إيه إيه الحاجة دي مثلا أنا أولا زي ما انت قلت انت بتمسك الموبايل اسمعتم بتبتكلم الأم تمسكي كم مرة من إمتى بتمسكي جيبتي من إمتى طبعا أنا ممكن أكون أنا بشوف الحاجات دي واتفرق عليه وبقى أصغر كده وممكن أكون بقى أقول استغفال الله العظيم وممكن أقفله وممكن في ناس عندك 300 رد فعل فإنت لما تلاقي ابنك بعمل رد فعلك أو أكتر منه بشوية ما تزعلش أنا برضو ده مراهق طب إحنا عاوزين نصيحة نصيحة من حضرتك دلوقتي نختم بيها الحلقة بالضبط أنا رأيي لازم منذ نعمة أصفال الأطفال إنه ماما أولا تبقى جود ستوري تيلر واحدة مرة كنت عندي محافظة قرآن كده قلت لها أنت مفيش محافظات فاني شوية كده تعملها ستوري فكل الطفل حيروح للحد الممتع حط بقى value whatever يعني أنت المشكلة أن الميديا بقيت أمتع منك أنت أنت بقيت دمك تقيل وماسخ وأدين كمان عايزة برضو اللي حنا كلها عايزة updating عايزة أنت كأم يعني معشان ما نفطل أبقى أشتر منها اللي أنا كنت بسألك عليها قبل اللي بتاع بقولك lost thread فقط اتقطع من الخيط فلازم تكون بتتابع كويس اللي بيحصل في الدنيا ولازم تكون منفعش الأم القادة في المطبخة دي حبيبتي حيتعمل فيها الأبسط مصيبة اللي هي اللي بيحصل ده والواحدة اللي شاء المصحف ده هو حبيبي رضو مش لازم نتهمل هو مش فاهم محدش يداله معندوش قواعد ثابتة معندوش قواعد ثابتة مش فيه واحد تبول في المسجد جوموا يضربوا الرسول قال لهم سيبوه ورحمة الله مش حبيبي واحد قال له رسولنا أنا زانيت جاي يضربوا قال لهم يستنوا عليه فالواحد ده حبيبي خاد المصحف وده ماسك ميكروفون وفيه أوركستر الزهر شغال وفيه أوركستر الزهر هو مشغل الموبايل على برنامج يعمل له المزيكة آه فهنا يعني أصدأقول كل حد لازم يحط في ولاده بس بطريقة ممتعة الأنتي فيروس دي ويحضروا ولاده كتير البادي لانجوجي لأن اللي اللي رحت هنا بتدور على الحضن لقيت الحضن في السورة لقيت الحضن في العري اللي شافوه لقوا كذا لكن بابا وماما النار دي جاء أحضنوا ليه ده عامل كذا طول ما أنت بالطريقة دي هتفقد أمنك هتفقده دكتور إهاب أنا بشكر حضرتك جدا أو كنت سعيدة جدا بالنصيحة الأخيرة خليكم ممتعين علشان يحبوكم ويحبوا كلامكم ويحبوا القاعدة معيكم علشان الإنسان في الآخر عاوز سعادة احنا بنتدور على سعادة مش الملأ كنا مملة أو مدرس أوعدكم أن الأسبوع الجاي دكتور إهاب يكون معنا أنا بدبسوا على الهواء علشان نقدر نكمل يا ستات نحن مش هنربيهم في حلقة وفي ساعة نحن هنربيهم في سنين لازم نبقى جاهزين بشكركم جدا تابعونا بكرة في نفس المعايد قبل ساعة من دلوقتي في إنتي الأقوى حاشروني باي باي وحاشروني